استشهدت فتاة فلسطينية عصر اليوم الاثنين بعد تعرضها لإطلاق نار من قوات الاحتلال الصهيوني على حاجز بيت إكسا غرب القدس المحتلة بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية تبلغها رسميا باستشهاد الفتاة التي لم تعرف هويتها بعد من جهتها قالت مصادر إعلامية عبرية وشهود عيان إن الجنود المتمركزين على الحاجز أطلقوا الرصاص على الفتاة مما أدى إلى إصابتها بشكل مباشر قبل أن يعلن عن استشهادها لاحقا بعدما تركت تنزف حتى الموت بدورها أكدت شرطة الاحتلال إطلاق النار نحو الفتاة وقالت في بيان أولي إن الجنود أطلقوا النار على فتاة فلسطينية حاولت تنفيذ عملية طعن في المكان ونفذت قوات الاحتلال العديد من عمليات الإعدام بحق الفلسطينيين وخاصة الشبان والشواب تحت ذريعة محاولة تنفيذ عمليات طعن منذ اندلاعة انتفاضة القدس الحالية في الأول من أكتوبر 21 الماضي يذكر أن هذه العملية هي الرابعة في القدس المحتلة وضواحيها خلال شهر آيار مايو الجاري حيث نفذ الشبان لانتفاضة عمليات طعن في بلدة جبل المكبر والبلدة القديمة وقرية حزمة وحي المصرارة إلى جانب إحباط عمليتي طعن شمال القدس شعفات وشرقها حاجز الزيتونة وأسفرت العمليات التي رصدتها قدس برس عن إصابة ما لا يقل عن سبعة صهاينة ما بين مستوطن وجندي ترجمة نانسي قنقر